فكرة عبقرية بالبرتقان مش هتكلفك كتير ده كل اللي هنحتاجه مكونين وكلهم إن شاء الله موجودين عندنا بس ما تنسوش الصلاة عن نبي في كومنتات عشان أخد سواب أنا وإنتو أول مكون وإنتو شفتو أهو هنجيب البرتقان ولو استخدمت برتقان بلدي بيكون أفضل كتير هتبتدي أنك تأشريه زي ما أنا عملت كده وقبل ما انسى بقى عايز أقولكو على تطبيق طحفة أحلى حاجة في التطبيق ده إن هو فيه وصفات كتير من كل أنحاء العالم وأطباق رأسية وحلويات وكمان هيكون عندك على تليفونك من غير نت هسيبلك بقى الرابط بتاعه في أول تعليق وطبعا التقطيع اختياري يعني قطعيه بالطريقة اللي انت حباه لو حتى حبا تسيبيه شريح كده براحتك خالص بعد كده جبت الأطباق أطباق صغيرة كده وحطيت كل برتقانة جوه طبق وبعد كده المكون التاني هيكون معلقة من العسل الأبيض هرشهم كده على الوش وهقدمهم لولادي وهما بيذكروا كده حاجة هتقوي مناعتهم وذكرتهم كمان وهتديهم طاقة حلوة جدا بدون بقى صعرات حرارية عالية يعني بجد جربوا بقى الطريقة دي ولو ما بتحبوش العسل الأبيض ممكن تستبدلوه بالسكر والقرفة بيدي برضو نفس الطعم ونفس القيمة الغذائية جربوا بقى